طيب هنروح لبنت مصر الذهبية مايار شريف نجمتنا في التنس الأرضي ونجم النادي الأهلي وبنت النادي الأهلي والحقيقة اللي بتستعد دلوقتي لبطولة أمريكا المفتوحة واحدة من أكبر بطولات في العالم بطولات جراند سلام الكبيرة مايار شريف أكيد دخل البطولة دي بأحلام كبيرة وطمحات كبيرة عشان تقدر توصل بيها أو توصل من خلال هذه البطولة الأدوار النهائية عشان ترتقي فيه التصنيف العالمي اللي هي دلوقتي مصنفة رقم 48 على العالم طيب البطولة دي هتتلعب من إمتى؟ من 22 أغسطس والحد 10 سبتمبر اللي جاي مايار كتعتزرت عن مشاركة في بطولة كليفليند الدولية بسبب إصابتها في الظهر وده خلاها تنسحب بسبب خفها من تقفاقهم الإصابة وكمان عشان ما تأثرش على اشتراكتها أو مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة لأن أكيد بطولة أمريكا المفتوحة أقوى بكثير وأهم بكثير من بطولة كليفليند الدولية برغم الاتنين في أمريكا ولكن واحدة معتمدة كبطولة جراند سلام مايار لو فازت في الدور الأول هتلعب مع البلا روسية فيكتوريا أزارينكا بوطش جامد جدا يعني الحقيقة برضو قرعتها مش خدمها بس خلينا أقول لكم حاجة أنت لو عايز ترتقي في التصنيف هتصطدم أولا خلينا أقول لكم أن البلا روسية فيكتوريا من بلا روسيا دي تصنيفها الثمانتاشر فغالبا مايار هتكسب في الدور التمهيد لنهاية الثمانية واربعين هتصطدم بالثمانتاشر بس الحقيقة لو أنت عادت تقول كده مش هترتقي في التصنيف لازم هتلاعب زي أنس جابر لعبتنا التونسية لازم هتصطدم بأبطال ولازم تكسبه إنما لو قعدت تقول القرعة القرعة مش هتخلص يعني الثمانتاشر أحسن ما تقابلين للخمس أو الرابع فانتستيل بتلاعب بطلة وعلى فكرة فيكتوريا دي كتتوسط بقى التوب إيت فهي أصلا يمكن ممكن تكون عندها إصابة مش هكيتش في بطولات فبس هي نجمة بطلة يعني فأنت ما يرى النهار ده يا ما يرى لو أنت عايزة تكسبه وعايزة ترتقي في التصنيف وتوصل إلى الأدوار الدائية لازم تكسبه لك بطلة واثنين في بطولك بيرزادي وده مش صعب لتمنى الميار للتوفيق ويا رب يكون ظهرها بأحسن حال وإن شاء الله تقدر تفوز وترتقي في بطولة أمريكا المفتوحة وفتحة خير عليها حشان تخش لا هي أنس جابر عمل كده أونس دلوقتي وصفة الترتيب يمكن أو التالت على عالم دلوقتي بطالتنا التونسية أونس جابر